معلش برضو لسه المقدمة ما خلصتش وانا عارف ان اتأخرت كتير جدا وعلى فكرة هي لما هتخلص مش تبقى اكتر حاجة جمدة في العالم ولا اي حاجة ولكن هي مشكلة بس في التأخير هي مشكلة ان ما فيش وقت كتير ده غير من الصراحة الصراحة الكسل حلو جدا فمعلش ان شاء الله ان شاء الله الفيديو جاي المقدمة هتكون جاهزة واتفرج على مقدمة ان شاء الله لوس العنب يلا بنا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة قبل من نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكراب للقناة وادفع الزر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا ويا ريتين ما اسمعش المسم الاول والتاني من مسلسل انتو زا نايت يروح يسمعهم القناة ولنك المسم الاول والتاني هتلاقيهم موجودين في اول تعليق كمان في الوصف الموجود تحت الفيديو ده وصدقني بقولها لك لو ما اسمعش المسم الاول والتاني من مسلسل انتو زا نايت ممكن شوف بقولك ايه ممكن ما تفهمش حاجة من اللي انتكلم عن النهاردة المسلسل ده يا سيدي بيتكلم عن غواصة اللي كانت بتفجر الملاجئ في المسم الثاني من مسلسل انتو زا نايت وكمان بيتكلم عن ارامان الشاب اللي المفروض اياس ضربوا بالنار في مسلسل برضو انتو زا نايت ومنعرفش ان كان مات ولا لسه عامة ارمان دا يا سيدي هو راجل تركي عايش في تركيا وبيحب البحر اكتر من اي حاجة في حياته فعادي في يوم الايام بعد مطلع من المركب بتاعته وكان راجع على الجراج بتاعه راح قابل خطيبته القديمة ديفني واللي كان فرحان جدا انه قابل عشان مش قفش من فترة طويلة ديفني ما قبرتش ارمان كده بالصدفة على حاجة ولكن هي كانت اصلا جاية له في شغل فاخدها ارمان وراح بيها على الجراج بتاعه واللي موجود فيه هناك الغواصة بتاعت ارمان ما هو اه مع غواصة صغيرة كده على قده بيكتشف بها البحر ديفني قالت لارمان انها جايله في شغل تنقيب عن البترول وهيستخدمه فيه الغواصة بتاعت ارمان نفسه وهننزل فيه في عمقي كبير جدا مفيش اي حد بيعرف انزله ودي حاجة على فكرة شجعت ارمان جدا على قبل الشغل ده لانه بيحب تحديات البحر كتير بس اللي خلى ارمان يغير رأيه فجأة هو انه عارف ان ابوه هو اللي بعت ديفني عشان تخليه يوافق عشغلنا دي لان شركة ابو هي اللي هتعمل التنقيب ده وارمان رفض لانه اصلا بيكره ابو لسبب هنعرفه في الاخر خالص المهم مشي ديفني وهي عارفة ان ارمان هيفكر في الموضوع اما ارمان فخلص شغله في الجاراج وكان لسه يمشي لان ديفني سيباله ملف في كل الورق التعريفي للشغلنا دي فبعد ما شافه ارمان راح اخد بعضه ورجع لها تاني في الفندوق اللي هي قاعدة فيه ولسه بيخبط على الباب لان في واحد غريب هو اللي بيفتح له فبنعرف هنا ان الراجل ده هو كينان خطيب ديفني لان ديفني كانت قاعدة عنده جوه وهي اللي قلت كده طبعا ارمان كان متغسل جدا بس ما بينش اي حاجة ومنسو كاد فضل ليه فهم منها اكتر عن الشغل ده فقالت له انه مش هننقب على البترول زي ما ابوك فاكر بل هنستخدم فلوسه عشان نكتشف مورجان نادر جدا في الحتة اللي مفوضه هو عاوزنا ننقب فيها ولكن طبعا ابوك ما يعرفش ان انا بنستغله طبعا ارمان فرح جدا لان زي ما قلت لك هو بيقرأ ابوه ومبيسد ان هو يستغل لحاجة زي كده عما تنسبها بعد موافع على الشغل واتفوا انهم يتقابلوا في الليل عند الميناء عشان يتحركوا من هناك عن راحة تانية بقى يا صديقي في القاعدة الجوية في قدنى كان في جندية شغالة هناك اسمها خديجة خديجة وهي شغالة اتصدمت لانها شافت من احدى اقمرهم الصناعية ان الشمس حصل فيها زي انفجار خلى اشعة غريبة تطلع منها وتهجم على كل حاجة في وشها ومنها كل الكواكب المهم المراقبة بتاعت خديجة اول ما شافت الكلام ده راح اتاخدتها وراحت بلغت الجنرالات بسرعة عشان ينحو الموقف ولكن الموضوع كان بيمشي ببطء بدرجة انهم خلوا خديجة ترجع للبيت بتاعها ودي كانت حاجة غريبة خديجة اول ما مشيت راح اتكلمت امها وقالت لها تنزل اي ملجأ تحت الارض بسرعة لان اشعة الشمس اللي هتطلع تاني يوم هتقتل الكل واسناء ما هي بتتكلم شافت اتنين من الجيش صنعين لها على البيت فقفقت المكالمة مع امها وهربت من المكان على فين انا عرف قدام اما بقى ارامان فبييجي الليل وبيروح يستنى ديفني على الميناء وهناك بيقابل رانا واحدة من الطاقم بتاع ديفني بعد شوية بيوصل جيم واحد مرضو من الطاقم بتاع ديفني وصديق لارامان جدا واخيرا وليس اخيرا فيليكس وبرضو من ضمن الطاقم بعد ما تعرف ارامان على كل دول جاد ديفني وكان معها كنان عشان هو مصور اصلا فجاي يوثق اللي هيعمله مهم يا سيدي قبل ما بيمشوا الكل ويطلعوا على السفينة كلم ابو ارامان ارامان وشكره انه وافق على الشغل وكمان كان بيودعه بطريقة غريبة كده تحس ان الراجل ده حاس بحاجة غلطة بس عامة بتخلص المكالمة وبيركبوا لكل السفينة وبعد شوية بيجي معاد نظره من البحر واللي هيستمر لمدة خمستاشر ساعة كاملة من الاكتشاف فهو ما جاء الصبح راح وريقبوا لكل غواصة ارامان ونزلوا البحر فضلوا ارامان والكل يتجولوا في البحر واستكشفوا امكانية نزولهم لعمق كبير وفضلوا واستكشفوا كل حتناك بس فجأة بعد معدت ساعات كتير لاحظ ارامان نور غريب في المكان مع ان العمق ده المفروض يكون ضلمة خالص فخافوا راح اخذ الغواصة وطلع فيه وبدأ يحاول مع ديفني انهم يكلموا السفينة عشان يسحبوا الغواص بس ما حدش كان بيرد طبعا الارامان والكل استغربوا فربط ارامان الغواصة بنفسه في السفينة وقرر يدخل هلوحده عشان يشوف هو في ايه هناك بس فكرة ان ارامان لف في يمين وشمال وما شفش حد خالص نهائيا بعد كده دخل ديفني ايا كمان وفضلوا تماشوا يمين وشمال لغاية مالقي ولاب توب موجود في فيديو اللي كنان بيقول في كلاتي ان ظهرت اخبار عاجلة بتقول ان اشعة الشمس اللي هتطلع بعد كده من الصبح هتحرق الكل فكل اللي على سفينة اخدوا بعضيهم وهربوا على مالجأ في جزيرة هنا اسمها قوس وقتها ديفني وارامان اتخذوا جدا لانهم مش فاهمين اي حاجة خالص ومرعوبين جدا ولكن بسرعة اخدوا بعضيهم ولموا شنتهم ورجبوا الغواصة تاني وكانوا رايحين بيها على قوس لكن فجأة وهم في البحر ليوا على دار ان في حاجة بتتتبعهم وجاي عليهم بسرعة فاخد ارامان الغواصة ورسى بيها على اقرب ميناء عشان يكملوا ماشي وفان عملوا كده ونزلوا الميناء واللي كانت ضلمة جدا لان حتى الكهربا وقفت بس لسه ملحوش يتصدموا لانهم لقفوا شهم غواصة عملاقة جدا ظهرت في البحر اسمها ياكموز اسمتين خمسة واربعين الغواصة دي نزلوا منها كمية كبيرة جدا من الجنود في الغدون مقدمات يحاولوا يكلموا اهاليهم واحباهم بس الاسف كلهم كانوا ماتوا فجأة ارامان ومعه مجموتو وسلم على قبطان الغواصة والمساعد بتاعه وامت وبنت القبطان يونجي ارامان قال لهم انهم كانوا بالصدفة في المية واتما طلعت الشمس واتريت الكل عشان كانوا بيعملوا بحس تحت المية وبعد ما خلص بحسهم طلعوا ليهوا كل مات وهب اسناء الكلام ده جاتل سلال ديفني من كنان كان بعثها من ساعات طويلة جدا وهو بيصرخ وبيقول لها انه قرب يوصل للملجأ اللي في جزيرة كوس وهب بيخلص الفيديو واته لما الكل عارفوا ان في ملجأ ممكن يروحوله راح امل قبطان امت ان يؤمر كل بينهم يدوروا على الملجأ اده في كل حتى في المدينة وده طبعا لان ما حدش يعرف هو المكان ده فين وفعلا بدأوا الجنود في التحرك ومجموعة ارامان اتقسمت له نصين النص الاولاني في جيم وفيليكس وده راح يروحوا يشغلوا كهرباة المدينة عشان البحث يبقى اسال شوية وديفني وارامان هيطلعوا ما امت في العربية ويبدأوا تدوير ورانا هتقعد مع يونجي لانها مش كبيرة قوي عشان تطلع هي التانية مهمة المهم يا سيدي فضلوا ماشيين الكل في الشوارع ومش عارفين اصلا هيروحوا فين ولكن فجأة صمعوا صوت انفجار فجلوا على الصوت ده لعيوا انها عربية انفجرت عشان كان صاحبها اللي جواها مات من فترة وهو سيء لما جات الشمس وبالتالي اتخبطت هي العربية وانفجرت دلوقتي وهناك ليه ارامان منظر حراري فبصل فيه على مدينة عشان قاطر يتضمن ان في حد عيش ولا ولكن ليها كلها اموات وبس بس فجأة كبير مهندسين كلم قمت وقال له انه ادل مع مجموعة من الجنود يوصلوا لواحد لسه عايش جوه خزنة البنك فروحوا كل على هناك بسرعة لان ده امل كبير جدا لكن لما وصلوله ليه خلاص بيحتضر فطلع امت مسدسه وقتله بكل وحشية وقال ايه كده هو بيرحمه طبعا ارامان اتصدم من وحشية امت بس عامتا ركز وفهم ان الراجل اللي في البنك ده كان اتضرقه بس ما ماتش بسبب انه كان في الخزنة واللي معمولة اصلا من الرصاص وبالتالي الرصاص ممكن يكون بيشيل جزء من اشاعة الشمس اللي بتضر عامتا بيطلعوا ارامان واللي معا من البنك والجنود بيفضلوا يلفوا المكان فوقتها ليه القبطان جاه من عند الغواصة وبيقول لهم يلا خلاص قاعد خمسة واربعين ديالة والشمس هتطلع وكلنا هنموت وهب الكهربا هما بتكلموا جات وده معناه ان في اليكس وجيم نجعوا في انهم يشغلوا الكهربا فالورمان وديفن للقبطان سبنا نبحث عن الملجأ شوية كمان ارجوك لان لو لقينا هنرتاح كلنا وفعنا دهم القبطان مهلا نصف ساعة بس ولو ما جوش قبلها هيمشي مع كل من غيرهم ويسيبهم ورح اخد اموت وامر باقي الجنود انهم يرجعوا على الغواصة وارمان وديفني رحوا يكملوا بحث وقتها حصلت مشكلة قبل ما يجي النور الجنود وهم في البنك كان في منهم اتنين اغبية افتكرو ان الفلوس لسا لها قيمة فكانوا يسرعوها من الخزنة بتاعت البنك فدخلوا الجنود زميلهم وتعصبوا عليهم وكان من ضمنهم كبير مهندسين فلما جئ النور قطبان الخزنة اتقفعت لوحدها لان ده سيستم حماية ففضل الكبير المهندسين ينادم على اي جندي لسا برة فكان الجنود كلهم خلاص رجعوا مع القبطان على الغواصة مع ده جندي اسمه ولكن الاسف ما عرفش يعمل حاجة لان باب الخزنة الكبير هو كمانة قفل وتحبسوا الجنود جوه وشوية وهيموتو اما ارمان وديفني فبعد شوية بحث ليوا ان فيه مايكروفون في الشارع بيقول لكل الناس انها تروح على ملجأ كده اسمه كينج تقريبا ودي طبعا كاترسالة مسجلة من قبل ما الشمس اضرب الارض فجريوا على المكان ده ارمان وديفني لغاية ما وصلوا له فعلا ودخلوا كمان جواه وفعلا لقى يوم مالجأ حي ولكن كانوا كل اللجوة ماتوا بما فيهم كينان طبعا ديفني فضلت تبكي جامد جدا وارمان شاف تليفون كينان واقع على الارض وهو متسجل فيه اخر فيديو له وهو بيموتو بيتوجع فقسر ارمان التليفون هو ساديفني واخدها ولجوه على الغواصة في الوقت ده عند الغواصة رانا كانت بتبحث عن نت على موضوع الشمس ده فليت مقالة كانت منشورة من كم ساعة بالضبط قبل ما يموت كاتب المقالة بتقول ان اللي بيحصل حاليا ده بسبب ان اعكاس اقطاب الشمس واللي سرعتها قلت من فترة فقدت لانبعاث اشعة جاما بزيادة جدا فانفجرت الشمس وضربت كل الكواكب بالعربي كده اشعة الشمس حاليا بقت ضرر اي حاجة طبع رانا ويونجي اتصدموا جدا بس ما نحقوش يتصدموا كتير لان فجأة جاما وفيليكس وصلوا ومن بعدهم القبطان وامت ومن بعدهم وصل الالطان ومعه واحد بس من الجنود والباقي وكبير المهندسين لا فعل الالطان على كل حاجة حصلت ودخل الغواصة وقتها امت كان عاوز يروح ينقذهم لانهم رجالتوا لكن القبطان مرضيش لان خلاص الشمس قربت تطلع فاخدوا الجنود كلهم بعض يوم ودخلوا جوقا الغواصة طبعا جم ورانا وفيليكس فضلوا يصرخوا لانهم ما كانوش عاوزين يمشوا من غير ارمان وديفني لكن غصبهم الكابتن ودخلوا كلهم وخلاص لسه يقفل قمت باب الغواصة لقى ارمان وديفني فعمل نفسه مش ريفهم وقفل برضو الباب ودخل بس ارمان مساكتش ونط فوق الغواصة هو وديفني وفضلوا يخبطوا على الباب لغاية مؤمر القبطان بفتح الباب فدخلوا اخيرا وهو مريز لارمان راح قال له امت انا رجالتي ماتوا بسبب تدويرنا على الملجأ واللي انت وديفني خلتونا ندور عليه فسدقني مش هنسر حتة دي بس عماتا بتهدل امور يعني وبتاخد يونجي مجموعة ارمان كلهم وبتعرفهم على اقسم الغواصة قسم قسم عشان يتعرفوا على المكان ويتعرفهم في الاخر ان الرجالة من مجموعة ارمان هيناموا في غرفة الترويدات وديفني ورانا هيناموا في قوضة جنبهم وفعلا خلاص الكل تطمنوا وارتاحوا وكلوا تمام لكن هربا بنلاقي ان في انفجار حصل في الغواصة فجري كلهم لقوضة التحكم فاليه ارمان ان بحرك الهايدروليكي انفجر والغواصة بدأت تروح يمين وشمال فبدأ ارمان يساعد الجنود على تثبيت الغواصة لغاية ما ثبتت الحمد لله وهتهى ارمان القبطان كمتفاجئ جدا من معارض ارمان وانه عارف اللعيب اللي حصل بسرعة لكنه عارف بعد كده ان ارمان اصلا كان بيصنع غواصات بنفسه ولكن ابسط اكد من يا كوموزا ولكن تقدر تقول كده عليه انه شبه مهندس فطلب اريني ان ارمان يمسك مكان كبير مهندسين لان غواصة محتاجة وكمان عشان تبقى عنده صلاحية انه يبدأ في تصليح المحرك اللي بصده وفعلا بيوافق ارمان وبيبدأ يشتغل على تصليح المحرك بكل جهده بس المشكلة يا صديقي ان الكل هنا بيكره ارمان ومجموعته وبيعملوهم بكل ارف واحتقار لدرجة ان الطان مسك جيم وكان هيتله فحجزت ديفني وبينهم ولقيت ان كده ما ينفعش وراحت اخدت بعضها وراحت لارمان واخدته ورحوا لاريني وقالولو ان الجنود بيتهمونا بموت زميلهم اللي اتحبسوا في البنك ومستعدين يرمونا من علق وواصة في اي لحظة من كدر كرههم لينا فقال لها اريني ما تخفيش ما حدش يعمل حاجة لاني انا اللي مسؤولة على موت الجنود دول لاننا اللي بعتهم عماتا بتهدى ديفني وبتمشي من المكان بس هالخصة اللي لعلى كده بالعكس الطانوا شوية من الجنود بقوا بيخزنوا شوية من المعلمات في قواتهم من بعد ما يرفوا ان العالم انتهى والاكل ممكن يخلص ولكن فجأة ليهوا لكل ان الاكل ده اتسرق كزء منه فواحد منهم قال انها ممكن تكون ديفني وهو اصلا ما شافش حاجة فراح الطان زيق من المجموعة دي وراح جيري على كل الجنود وصحاهم منهم وصحا كمان القبطان وقمت وعمل اجتماع ضروري وهو كمان وهناك قال ان المجموعة دي اتبهدلنا جدا كلنا من وراهم وقصل بيوم لدرجة انهم سروا الاكل من قواتنا طبعا اقادة صدمة ان عرمان ومجموعته ممكن يسراهم بس هو في لحظة وقال ثم هو الاكل بيعمليه في قطة كالطان اصلا اما فودي يكون في المخزن فمعرفش الطان يرد عليه وبالتالي فتكر ارني انه بيقول اي كلام وخلاص وهنا قال يا جماعة احنا لازم نوقف مع بعض احنا كل اهلنا واحبابنا ماتوا ممكن نكون احنا اخر من طبقة فلازم نوقف كام ببعض بس هوب مرحش يخلص كلامه ليه فيليكس جيه بكل رعب وبيقول ان واحد من الجنود مع قنبلة واقف قطة التوربنات وهيفجر غواصة كلها فبسرعة الكل جريه عليه فليه واقف فعلا هناك بقنبلة وتحس انه شبه مختل عقية وده لانه فقط صوابه من بعد ما شاف ان كل الناس اللي على الارض ماتت قال انه يفضل يترجع الجندي ده انه يهدى وما يعملش اي حاجة غلط لكن الجندي ده كان خلاص فقد عصابه ويفجر نفسه فبسرعة دخل الارنية الاوضة وقفل وراء الباب وعلى طوله راحة انفجرت القنبلة ومات القبطان هو هو الجندي وبنته من برا هي وقامت عمالين يصرخوا من كتر الحسن عليه بس الفكرة الصديقي ان القبطان ضحب نفسه عشان خاطر جنود دول ما يموتوش ولكن الانفجار ده عمل سقب كبير جدا في الغواصة وممكن تغرق حاليا وفعلا مية بدأت تدخل بكميات كبيرة وبدأ الانزار يشتغلوا الفوضى مالية المكان ويكونوا بيحاولوا مع ارمان وقمت بكل الطرق انهم يسدوا السقب ده من جوه لغاية ما اخيرا عارفوا يسدوا شوي ارمان قال لهم ان السقب ده لازم يتسد من برا ضروري لان اللي احنا عملنا ده مش هيستحمل كتير فقال له امت بس احنا حالين على مسافة ستة وخمسين متر في عمق البحر يعني لو بالغلط وغسط زيادة لتحت شوية انت ممكن تتشل بسبب الضغط لكن ما كانش في حل تاني للاسف فطلبوا ارمان من امت ان يطلب من حد من الجنود يجي معها عشان متبقاش المهمة صعبة فاخد امت ارمان وراحوا لينجي لانها الوحيدة اللي غاصط مسافات كبيرة زي دي قبل كده يونجي كانت في الوقت ده بتبكي وحزينة جدا على ابوها ولكنها لقيت عزاة في المهمة دي بانها تشغل نفسها وفعل راح اتاخدت ارمان ولبسوا بدلت غوص هما الاثنين وطلوا على برا البحر في المنطقة دي عزيزي كان مظلم جدا جدا بدرجة انهم بالعافية عرفوا يوصلوا لسقب الغواصة بس الحمد لله بعد ما وصلوا له بدأ ارمان يلحم السقب وكل حاجة باقت مشيه تمام لكن بسبب المية اتزحلت من يونجي السسلة بتاعت ابوها منها فجلت وراها في المية عشان تجيبها فاتفاجت بقرش فوجها بس الحمد لله ما عرفش يعمل لها حاجة وعدة وتا يونجي كانت عاوزة ترجع الغواصة بس لقيت نفسها تاعت وحواليها ظلمة من كل ناحية لكن الحمد لله جاء ارمان وانقذها بعد ما ادرك انها مش جنب وهو شغال وراح اخدها ودخل غواصة بعد ما خلصوا الشغل بتاعهم ولا ما تخفيش مش اقول لحد على ما حصل لك ده فاحترمته يونجي جدا وقدرته بعد ما لزل ارمان قال ان حتى اللي حامل لعملنا ده مش هيستحمل لانه معمول في البحر مش في مكان جاف زي ما المفهور دي تعمل وبالتالي هنحتاج نطلع برة كل كم يوم عشان نتطمن على كل حاجة انها تمام فشكر امت ارمان وبدأ انه يحبه شوية ونسي كل الكره اللي كمه بينهم عمدا بيعاد الوقت وبتطلع الغواصة في الليلة عند قاعدة اسكندرونا البحرية وفي اللحظة دي طلب امت من كل الجنود ومن كل الناس انهم يتفحصوا المكان ويشوفوا ان كان في حد عيش ولا فدخلوا كل جوا وكالعادة ليه بس اموات فكل حدة جوا القاعدة اموات وبر القاعدة تركية كلها بتتحرق لان كل اللي فيها اموات وبالتالي مفيش حد بيساعد ان الحريق دي تقف بس دي كانت لحظة كويسة جدا للدفن فعمل الجنود حفرة كبيرة جدا ودفنوا كل زميلهم من القاعدة دي هناك ومن بعدها ادفنوا اريني القبطان بتاعهم وكده رسميا اومت هو القبطان الجديد بعد ما خلصت الدفنة رحوا اخدوا الكل بعضيهم ورجبوا تاني الغواصة ونزلوا البحر وده لان الشمس قربت تطلع المهمة تاني يوم بالليل طلعت الغواصة تاني وهي كده كده ما تحركتش ملا عند نفس القاعدة البحرية في الوقت ده طلب قمت من الكل انهم بسرعة يتفروا في كل حتة في القاعدة عشان يستغلوا الوقت وفعلا طلعت دفن مع جيمة على السيدلية عشان يجيبوا منها دواء وينجح يا والطان روح يجيبوا اكل من مخزن القاعدة الفكرة بالغريبة هي ان والطان هو بيجرب الاكل هناك لان كله بلا طعم ودي مصيبة كبيرة يا صديقي انا عرفه قدام ولكن المهمة حاليا هو انهم حسوا مرة واحدة بان في حد بيتحرك هناك وهكذا برضو في القاعدة هو ماشي لقي واحدة غريبة ماشية في القاعدة وراها لغاية ما تلات من الغواصة فطلعوا وراها ولما كل الجنود عليها فرضلت البنت دي تجري والكل يجري وراها يمين وشمل لغاية ما اخيرا اتقبض عليها فطلع ان البنت دي تبقى خديجة ولسا عايشة مماتتش فاخدها قومت ولجع بها الغواصة وكلبشها وفضل يعزف فيها عشان تعترف هي مين لقيت ما دخلوا عليه فيليكس ورانا وقالوا له انهم لقيوا الجاكت بتاعها في القوضة واللي بيزبط انها تبع الجيش التركي هي كمان وتابع اخيرا اعترفت خديجة بكل حاجة وقالت لهم انها عميلة في الاستخبارات الجوي وعرفت هي اول واحدة بموضوع الشمس ده وليت ان الدولة مش ناوي تتصرف خالص ولا تقول لحد وفي نفس الوقت هي عرفت ان غواصة طلع النهاردة فقررت تركبها وتطلع مع الغواص عشان تفضل عيشها ومن وقتها وهي قاعدة في القسم السفلي من الغواصة وعيش على سرية الاكل من الجنود زي والتن وقالت كمان خديجة لامت انا مش جاسوسة ولكن لو عاوز تعرف مين الجاسوس اللي بجد فدور على مركز القبطان الله يرحمه طبعا الكل استغربه وينجئت عصابت جدا لانها بتذكر ابوها بالغلط لكن اخدها امت ودخلوا قوضة اريني وفتشوها فليقيوا فيها المذاكرات والمذاكرات دي مكتوب فيها ان مجموعة ارامان كلها تم طلب نقلهم من القائد قبل ضرب الشمس اصلا وده غريب جدا لان الكل فاكر انهم متقابلوا مع مجموعة ارامان بالصدفة فاخدوا المذاكرة ورحوا على خديجة تاني فقالت لهم انا معرفش غير انه كان بيتواصل بس مع حد قبل موت الكل وبعده بشوية لغاية ما تقطعت الاتصغرات كلها ولكن برضو في معكم حد تاني ممكن يكون خاين وهي ديفني لانها كانت بتتواصل هي كمان ما حد برا ونصيحة ما تقولولاش انكم عرفتوا المعلومة دي برا ابوها من بعيد فسبوها لكل وهم مصدومين ومستغربين من كل اللي سمعوا ده وعلى فكرة كان لم خديجة صح لان ديفني في الوقت ده كانت راحة القاعدة في قوضة التحكم وبدأت تحول تكلم حد عن طريق الاقمار الصناعية اللي هناك لكنها للهسف فشلت والاتصال واقف عملا نرجع لحتة دي تاني ولكن في مصيبة حاليا في الغواصة لان فجأة ليه قمت ان في اتنين من الجنود تعبوا وتعب شديد جدا في بطنهم ومؤثر عليهم جامد ولكنه عارف ان الناس دي اكلت من الاكل الجديد اللي جابوهم مبارا فاخد قمت عينات من الاكل ده وراح بيلجم عشان فهمهم اللي بيحصل بما انه المفروض يعني خبير في علم القراسة والاحياء فجم ده الاكل ده وده الاكل اللي كان موجود في الغواصة من زمن فليه ان الاكل الجديد ده ملوش اي طعم خالص فالهم ان كده الاسف الاكل هو كمان فقط طعمه وكمان فقط قيمته الغذائية بس اعتقد المعالبات ممكن تكون كويسة لغاية دلوقتي فعمر امت الكل ان هم يدوروا على المعالبات في كل حتة لما ينزل الارضتين بس الفكرة ان يا جيم خوا في الكل وقال ان اللي بيحصل ده معناه ان في وقت قريب جدا كل الزرع اللي على الارض وكل حاجة حية بتبقى تراب وهنتحول لصحرة كاملة في كل حتة في الارض لان كل حاجة فقدت قيمتها الداخلية ودي مصيبة بجد يا صديقي بعد ما سمع امت الكلام ده راح اخد بعضه ورجع لخديجة وفكها ودخل بها قدة التحكم اللي موجودة في القاعدة البحرية عشان تحاول تدور له على اي حد حي في اي مكان وطبعا طلب منها هي لانها خبرة في الكلام ده وفعلا بفضلت خليجة تبحث واسناها البحث زر صوت على سلكي لناس ازبان بيتكلموا بس محدش في من منهم حاجة لان اللي شاركت مشوشة جدا وكمان اتقطع الاتصال بعد كده مهتموش قوي وكملت خديجة بحث لغاية ما لقيت في ملف ديفني التعريفي ان في ملف سر جواه الملف ده اول ما يدرت خليجة ان هي تهكر وتفتحه عفوا منه ان ديفني كانت شغالة مع الناتو في مشروع معين لحاجة تحت المياه فاخد الكلام ده كله امت وهو محطار وطلع انو اليونجي ولسه بيكمل كلام معها ليه طيارة بتتحرك في السماء ولهم ما تعرفش يا صديقي دي طيارة مين فدي الطيارة اللي كانوا ركبينها ماسيو سيلفيا من الموسم الاول من المسلسل انتو سنايت فاخد امت خديجة ورجوع تاني اقود التحكم عشان يتتبعوها فما يدروش يعرفوا عنها اي حاجة غير انهم ماشيين في الغرب ورايحين على بروكسل وده معناه ان ده كان نفس الوقت اللي ماسيو سيلفيا رجعوا بروكسل تاني عشان يعرفوا من مقر الناتو اللي هناك هو فين الملجأ عمتا امت مش بيقى الحقيقة صدم لان اللاسلكي بيشتغل مرة تانية وبيلاقي امت المرة دي ان اللي بيتكلمه هما روس وبتكلمه على عنوان ملجأ معين بتاعهم تحت الارض وكمان قالوا على احتسياته هما بيتكلموا فاخدها امت وسجلها وشامعة وما قالش الخديجة غير انه مسمعش كويس المكلمة وردم ارامان والباي عشان يجوا يشوفوا الطيارة دي كمان لان الكل شافة في السماء وعاوزين يعرفوا اي حاجة عنها ولكن ارامان قبل ما يروح له كان مع ديفني وفجأة لقي فيليكس ورانا بيقولوله انهم لقيوا مخزن كامل مليان معلبات فروحوا لهم بسرعة وليقيوا فعلا مخزن مليان من كل خيارات الله بس الاسف الفرحة راحت لانهم لقيوها كلها بايزة يعني حتى المعلبات بقت غير صالحة فاخدوا الكل بعضهم وراحوا يشوفوا امت وهم مزعلنين وهناك حرفوا يا وضع الطيارة دي وانها نزلت بروكسل من فترة ولكن فجأة قدام الكل لقيت خديجة ان الطيارة تلقى تاني ورايحة على بلغاريا وده معناه ان في الطيارة كانوا ماسيو سيلفيا حددوا خلاص مكان الملجأ في بلغاريا ورحوله واتها ارامان كان عاوز يتواصل مع المجموعة دي ولكن امت رفض لانه مش عارف هل الدول اعداء ولا لا بس عمتا ملوحوش يتخانه كتير لان قاعد ربع الساعة والشمس تطلع فاخد امت الكل ورجع الغواصة في الوقت ده ديفني وجيم كانوا عادين على المية وبتكلموا مع بعض في ذكريتهم لانهم في الاصل يعتبروا اصدقاء الطفولة ولكن جاء انزار من الغواصة بان الكل لازم يركب حالا عشان الشمس خلاص هتطلع بس جيم فاجئ دين في انه مش هيمشي معها لانه تاعب من الحياة الجديدة اللي هم عايشين فيها وحاسس انه مش قادر يكمل طبعا ديفني ما رضيتش وهدته انها هتفضل معاه لكن لما لقيته اخد قرار خلاص راح تودعته ورجعت الغواصة وهي مصدومة عمتا بتنزل الغواصة وفي اللحظ دي بيتفاجئ ارمان ان صديقه عمرو جيم مركبش الغواصة فاجري عشان يلبس بادلة غدس ويروح يجيبه لكن ديفني منعته لان خلاص الشمس بتطلع وفعلا الشمس بدأت تطلع وجيم المسكين سح من جوه ومات وارمان وديفني جوه الغواصة حزينين جدا عليه ارمان من كدر حزن وفضل صحي ويبكي طول اليوم لغاية ما جاه الليل تاني يوم وطلعت الغواصة للسطح تاني فنزل يدور على صاحب عمره لغاية موردته ديفني مكانه فاخده ارمان في حضنه وفضل يبكي عليه وهو جسد هامدة عمتا بيعد الموضوع ده وبياخد اموت الكل وبيدخله تاني لقدر التحكم مع خديجة وهناك خديجة بتقدر ان هي تحدد مكان الطيارة بتاعت ماسي وسيلفيا نزلت في انفبة الغالية بالضبط وكمان عارفوا مكان الملجأ وانه تبع الجيش واللي عاملينه هما الناتو بس هوب وهما بيتكلموا ظهر صوت تاني على الاسلكي وطلع عن نفس الصوت اللي سمعوه قبل كده ولكن مرة دي كان اوضح شوية لانهم سمعوهم بيقولوا انهم في ملجأ حاليا تحت الارض في اسبانيا وهناك الخلاص موجود طبعا الكل لما سمعوا الكلام ده كانوا عاوزين يروح على اسبانيا باي طريقة لكن امت طلع بر القعدة وقال الكل انه مش هيقدر يخاطر ويروح على اسبانيا عند ملجأ مش معروف عنه اي حاجة لكن ملجأ بالغارية عسكري وعارفين انه امان وبالتالي يلا بينا على بالغارية طبعا الكل كانوا فرحانين مع ده يا صديقي لان زي ما قلتلك قبل كده هي كانت شغالة مع الناتو وفي سر بينهم مش معروف للكل فلو راحت هي لاي حد من الناتو السر ده ممكن يتكشف عامة بيركبوا لكل الغواصة وبطلعوا على بالغارية وفي الطريق بيفضل امت يفحص المذكرة بتاعت اريني تاني فبيلاقي فيها بصدفة ورقة صغيرة فيها رقم لمهمة معين فيروح على الكمبيوتر بتاع الغواصة وبيكتب كود المهمة دي ولكن ثلاثة المهمة دي مقفولة بكلمة سر معينة وهو الاسف ما ديرش يعرف في ايه بس فجأة سمع قمت على سلكي ان المجموعة اللي في مجا بالغارية انه يتبع الطيارة للنرويج عشان يجيبوا بزر من هناك لانهم قريب جدا هيموتوا من الجوع وده برضو شفناه في الموسم التاني من مسلسل المهم بعد معرفه قمت موضوع الملجأ اللي مليان بزر في النرويج ده راح امر التان والكل نايمين بضرب صاروخين واحد على المطار الروسي واحد على مطار بالغارية عشان محدش يفكر يروح ياخد البزر دي وفعني صديقي ساحي الكل على صوت اطلاق الصواريخ بس قمت قال لهم ما تخافوش ده مجرد تدريب مش اكتر لكن مفيش حاجة حصل بس هو في الحقيقة صديقي كان ضرب كزا مكان وده اللي شفناه في مسلسل انتو زنايت برضو المهم ما قال في اللحظة دي قمت انهم مش رايحين على بالغارية بل هيروح ويجيبوا بزر من ملجأ في النرويج لانه سمع على سلكي ان الناس في ملجأ بالغارية هتموت من الجوع وبالتالي لو رحنا هنتقتل وتهالكل كموافق الرأي مع امت خصوصا ارامان لانه ليه انهم ممكن يجيبوا البزر ويعملوا مزرعة مائية كاملة او حتى عادية جوه الغواصة بس ديفني الغبية العبيطة اللي دايما بتود الكل في داية اصرت انهم يروح على ملجأ اسبانيا لان في ناس هناك يعني ملجأ ممكن يكون قابل الحياة وقتها الكل كان رأيهم من رأي ديفني وخصوصا ان اسبانيا كده كده في طريقهم اصلا فوافق امت واخدوا بعضهم وراحوا على هناك بعد ايام وصلوا فعلا ونزلوا بزوارق صغيرة وهم كلهم سلاح للاحتياط يعني واخدوا بعضهم وراحوا على الملجأ وهم متقسمين على ثلاث عربيات المشكلة هنا هي انهم بمجرد موصلوا عند باب الملجأ ليوا ان في دم هناك وفقد كله الاسنسير اللي بيودع الملجأ اللي تحت ما يستحملش غير خمس اشخاص بس في كل دفع لكن خلاص فلازم يتأكدوا من كل حاجة بدل ما يرجعوا على الفضي فاخد امت اتنين من الجنود دول مسلحين وكمان ودفني ونزل لما نزلوا الكل يونجي هي وفليكس كانوا فاكرين ان الاسنسير هيطلع تاني فيركبوا وينزل هما كمان لكن الاسنسير نزلوا مطلعش اما امت واللي معاه فضلوا استكشفوا المكان يمين وشمال والمكان فعلا كان غريب وما يدلش خالص انه قابل الحياة اصلا لكن هب بيظهر واحد من العدم ومعه بلطة وسبت واحد من الجنود وهدت بقت له وهب ظهروا باقي زميله هما كمان وبدون مقدمات قالوا ان المكان ده اه قابل الحياة ولكن مفيش لا اكل ولا شرب ولا اي استعدادات فيه حيطان مناجم عادية وبس ولازم تاخدونا معكم وتنقذونا وإلا هنقتلكم كلكم غرمان في الوقت ده كان ناوي سيسهم وخلاص وبعد كده يضحك عليهم بس امت اتعصب ومرضيش ياخد حد وطلع مسدسه وبدأ يقتل فيهم واحد وراء الثاني فالاسف الجنود المتسبت ده مت هو كمان وفضل الكل يضربه في بعض وضرب يمين على ضربة شمال المعركة كانت صعبة جدا جدا لان الاسبان كتر جدا وارمان معهوش غير بس امت وجندي تاني وحتى ديفنيا كمان جريت وبعد شوية الجنود اللي متباقي مع ارمان وامت اتقتل وباقي بس في الخناء ارمان وامت وتعفو انه هو يعرف ان في حد معطل الاسنسير ومخليه بتوصل على تحت وفي حد من تحت هو اللي بيتحكم فيه يعني محدش نيعرف يعمل حد وكمان قدر انه يشوف على كمبيوتر كان موجود هناك الكل وهم بتخنقوا تحت في المنجم فسابت ينجي هو ورانا هناك وهي قرارة تنزل المنجم ده بالتسلق اما ديفنيا بفضل التهرب من الناس اللي بيجروا وراها لغيت مليئة نفسها قدام اشلاق بني ادمين وكمان بني ادمين متقطع من لحمهم ومن اطرافهم اشلاق ومع ذلك متوصلوهم دموا محليل عشان يفضلوا عايشين وده معناه ان الناس اللي هنا بيتغزوا على بعض وليعازوا بالله عشان يفضلوا عايشين حاجة مقززة انك تفضل عايش بها طبعا ديفني اتصدمت بس الحمد لله يونجي كانت وصلت فاخدتها ولسا تهرب لي واحد وراهم راحوا مسكوه ولموا على حجر مدبب فمات وبعدها جريوا على امت وارمان واللي يدروا حمد لله يخلصوا على اغلب الازبان والباية هرب لما امت مسك مسدسه تاني فاللحزة دي وصلوا ديفني وينجي فراح عشان يركبوا كلهم الاسنسير لكنهم لقيهم مش شغل فدخل ارمان قوضة التحكم اللي كانت موجودة في المكان هناك وليه هناك ارمان الريموت اللي بيتحكم بالاسنسير فسبتوا بعصايا على الطلوة فبدأ يطلع الاسنسير من غيره لكن لاحي الحمد لله على اخر اللحزة وركبه وطلع مع الكل اول ما طلعوا الكل راح عمر امت بانهم كلهم يتحركوا فطلعوا كلهم بكل عربيات معده عربية واحدة سابوها الارمان وديفني بس لسه هيدور ارمان العربية ليه ان المفتاح مش معاه وكمان الرجال الازبان اللي تبقوا طلعوا بالاسلسير فدقوا ارمان وديفني يجروا عالغواصة والازبان وراهم وامت وينجي كانوا وصلوا بالعربيات فاكتشف فيليكس ان المفتاح بتاع العربية معه فترحبوا كلهم ولكن اصروا امت يستناهم لغاية اخي اللحظة وخلى امت جنوده يجهزوا السياح بتاعهم ولو حد جه وراء ارمان وديفني يقتلوهم وفعلا جم ارمان وديفني وكان وراهم الازبان فقدروا يقتلوهم كلهم معادة تلاتة بس ولأسف واحد منهم مسك ديفني وكان هيقتلى لو ما اخدوهمش معهم ارمان كان عاوز يتعيسهم برضو يضحك عليهم لكن امت كان شايف ان ديفني هي السبب في كل حاجة من بيئتهم لغاية دلوقتي واهمهم انها هي اللي جابتهم لغاية هنا فضرب الازبان بالنار فاتقتلت ديفني من واحد منهم كان مع سكينة فماتوا اكل الازبان لكن ديفني هي كمان ماتت معهم ارمان في الوقت ده كان مغيب خالص لان حب حياته ماتت لكن الشمس قربت تطلع فضربته ينجع راسه واخدوه غصب عنه على زورق ورجعو به الغواصة وبعد شوية صحي ارمان قدام رانو فيليكس وفضل يبكي عشان ديفني ماتت اما امت فبعد اللي حصل ده مكانش فيه وقت للانتظار بنراح للكمبيوتر تاني ودخل الرمز المهمة اللي لقيه في مذاكرات اريني وجرب كلمة سر لقيه على الحيطة واخيرا اتفتح ملف العملية وعرف منه حاجات كتيرة جدا فعمل اجتماع وطلع فيه الكلاتي قال للكل انها لما قابلنا ارمان وجامعته ما كانتش صدفة بل الناتو كانوا مديين امر القبطان اريني انه يروح ينقص ديفني واللي معهم بالاخص واللي برضو عارف ان ديفني كانت شغالة مع الناتو وهي اللي عرفتهم ان المية عازلة ضد اشاعات الشمس وكمان خليتهم يعرفوا بمشكلة الشمس قبل ما عادها بكتير وده معناه ان الناتو كنا عارفين واستخدمونا احنا عشان نحميها هي ومجمويتها لسبب لغاية دلوقتي مش معروف وحبه وامت بيتكلم جاه ارمان وفضل يضرب فيه وهو شبه مجنون لكن جرود مسكوه وحطوه في الحبس وخلص الاجتماع على كده بعد فترة بها رانا وفليكس المفهود انهم كانوا شغالين علي انهم يستصلحوا الترباء اللي فوق جوه الغواصة ويخلوها صالحة للزراع لكنهم قالوا مرة واحدة انهم مش هيكملوا الشغل الا لما يتحرر ارمان ولكن قمت مرضيش يسمع كلامهم ويحرر اي حد ارمان اسناء ما هو محبوس سمع الجنود فقودة التوربيدات وهم بيقولوا ان في صاروخين مفقدين بس قمت بما انه كان معهم ففضل يغطى عن موضوع وخلص عمتا بعد شوية جاي فليكس يطمر على ارمان فطلب منه ارمان يخلي ينجد يلو وفعلا بعد شوية جات له وسألته حاوز ايه فقال لها ارمان على موضوع الصاروخين وانه قمت عمل حاجة من ورا الكل محدش عارفها ده غير انه مش بيهتم بحد وممكن يبيع اي حد فيكم لانه بيهتم بس بالسلطة والنفوذ اللي بقوا معا قال لها ارمان كمان انا ممكن ازبتلك ان كلامي صح وانه مش بيتم باي حد فيكم وتهلك الحرية في التصرف فقال لها تعمل حاجة حنعرفها بعدين المهم انه بعد شوية جاء له امت وطلب من ارمان يطلب من رانا وفيليكس يكملوا شغل لانهم حاليا رايحين يجيبوا البزور من الرويج فلازم تكون عندهم تربة صالحة للزراعة قبل الوقت ده فقال له ارمان انا هادر اقنعهم لو وفقت انك ترمي اتنين من رجالتك في البر تاكلهم الشمس وده طبعا مقابل مد ابني اللي انت كنت السبب فيه امت في الاول كان رافض طبعا لكن ما كانش في حل في الاخر غير انه وافق فقال له ارمان يا غبي انا كنت فتح المايكروفون ودلواتي كله سمعك وانت مستعد تتخلى عنه راح طلع امت بره يقابل الجنود وارمان وراه وهناك يونجي كانت مصدومة منه وما كانتش مسدها انه ممكن يبيع جنوده عشان قطر اي حاجة وقالت انها تعفي من منصبه فرح مطلع امت مسدسه وهدد الكل فقالت له يونجي قولي انت وددفن الصاروخين لضربتهم دول فاعترف انه فعلا ضربهم ولكن ما قالش على فين بس انا كده كده قلت لك يا صديقي المهم امت واتعلى المليء الكل ملمومين عليه وكرهو خلاص راح سلم نفسه فاخدوه الكل وحطوه على الحفز وبس يا سيدي خلصوا اليوم على كده وتاني يوم صح ارمان وابل يونجي واعتذرت ليونجي انها صدقت كلام مش صح على دفني فتقبل الاعتذار لو مش بس كده بل اقترح على تباية القبطان الجديد فوافقت يونجي لما لقيت الكل عاوزين كده بعد ما خلاص خلصت كل المشاكل راح ارمان مع يونجي وفيليكس وخديجة وشافوا المهمة بتاعت اريناي على كمبيوتر الغواصة فليقوا انه فعلا كان فيه امر الجاي للغواصة بنقل ارمان ومجموعته من المكان اللي ايوم فيه لما كان معين قريب من المحوط الهندي وديفني كانت عارفة وكمان لقوا هناك رقم تليفون فقرروا انهم يرنوا عن رقم ده بتليفون ديفني المتوسط بالقبر الصناعي ولكن لازم الاول يطلعوا للسطح بس عمتا دي مش مشكلة لانهم خلاص وصلوا النرويج قريب من الملجأ اللي هناك وطلعوا السطح واتها راحوا تكمعوا كلهم مع بعض ورنت يونجي على الرقم ده فاخيرا رد عليهم وطلع المتصل هو ابو ارمان انت متخيل يا صديقي ان ابو ارمان لسه عايش والغريب انه في جزيرة في المحيط الهندي وقاعد عادي جدا في الصبح ولكن لابس بدلها زي بتاعة رواد الفضاء ابو ارمان قال له ارمان انه هو اللي خطت لسير الرحلة دي كلها من بداية موابلة ارمان لديفني وعرضها للشغل مع بالغواصة لغاية نقلهم بغواصة يا كوموزة حتى وهو اللي كمان متفق كان مع ديفني على كل ده ورتب معه وقال له كمان تعال عندي يا ابني لانها عندنا في حياة جديدة بشكل مختلف خالص طبعا ارمان كان مصدوم جدا من كمية الحاجات اللي اسمعها بس لانه بيكره ابو زي ما قلت لك قبل كده فافل المكلمة معه واته الكل سأله ارمان ازاي ابوك عرف بحثت الشمس دي قبله وقعها وايه علاقته بالناتو فقال لهم ان ابو ده بني ادم زبالة جدا تخلى عنه هو امه زمان وهو صغير ولكن في نفس الوقت هو من اغنى اغنياء العالم فليه صلا في كل حتة ينجي في الوقت ده كانت عاوزة تاخد الكل ويروح على ابو ارمان ببقى ان المكان هناك كويس وكمان كده كده معهم الاحدثيات بتاعت المكان لكن ارمان قال لها احتياطي لازم نجيب البزور الاول وبعدها نروح فطلوا من الغواصة تلت اشخاص ارمان عشان يجيب البزور ورانا معها جندي اسمه حسن عشان يجيبوا اي معدات هناك يزرعوا بيها جوه الغواص وبس يا صديقي طلعوا الكل اولا رانا وحسن ليه هناك وهم على الارض عند الملجأ طيارة وفي ناس كتير عندها فقال حسن رانا تروح بسرعة لا ينجي وتبلغها وهو هيروح يعمل المكان اما ارمان فدخل الملجأ بنفسه وهناك ليه اياز وهو بيقتل تومي زي ما شفنا قبل كده في نهاية المسم التالي من المسلسل انتوزا نايت ولانه وقتها تومي هرب لما اياز انشغل مع ارمان راح اقتل اياز ارمان ومش عارفين بقى هيمتوالع اما رانا فوصلت الغواصة ولسه هتحذر يونجي لقيت ان في مصيبة غريبة هناك وهي ان في صاروخ جاي على الغواصة وبيخلص المسم الاول وللاسف لسه لم يتم انتاج المسم اللي بعده ولكن قريب هيعملوه ومن بعدها اكيد هنلخصو على القناة ولكن برضو مازالت في اسئلة كتيرة جدا جدا اهمهم ارمان هيعيش ولا هيموت وايه موضوع الصاروخ ده ومين ضربوه ده هنعرفه لما يتعمل موسم جديد بس كده سلام